اشتركوا في القناة روافض للأبحاث والفنون والإعلام الذي أدى إلا أن يبرز إحدى التجالب التربوية الهادفة والرائدة على مستوى مدينة محنفرة ولهي ألا وهي تجربة نادف تربيع التسامح للثانوي الإعدادية الأمير موليج عبدالله التي كانت بمثبتي سبق في إطار تثمين التراث المحلي بمدينة محنفرة والمجال الزياني على العمود ورشتي هذا الصباح ستكونان في موضوع منهجية توثيق التراث المادي وستسبقها ورشة حول عرض السجربة لنادي من أنبيتي المدينة وهو نادي التربية على التسامح وأترك الكلمة للسيد رحيس مركز رواق شكراً لأستاذ أحسن أعوان لفكاتي الدعام لمعرفة الواقع للأبحاث وفلومة الإعلام الدكتور وذلك يتعلمون أخبار المساعدين بفضل أجل الأطفال التي كانت مباشرة في مؤسسة التهبورية الأموية وخصوصية وكذلك أعوان للمزاعة الإعلومات التي تمتلك ختم الزمن على الطريق لأننا أتقدم الشكر إلى السيد مبتر إلى السيد محمد الحسين وكذلك سيدة الأستاذ خديجة بردو مديرة المطلس التقاطي بقنيفرا وهي متخصصة في مجال التورات التي ستغطر الوشعة الثانية وهي وشعة منهزية إحساق تورات المادي بهذه المناسبة كذلك لا يفوتني أن أشكركم مرة أخرى على هذا الحضور في هذا الجو البارد ولكنه سيكون حميل ودافئا بحضوركم شكرا وأترك الكريم أيضا بدوري سأشكر جميع أشكر التلميذ أشكر المؤترين على حضورهما والأستاذ خديجة التي تدور معنا من مركز التقافي لخريبقا وأيضا السيد سن الكاتب العالم الذي منذ البداية كان قد وفر لنا أجوال كبيرة جدا على مستوى جمع المادة وعلى مستوى تشجيع تنميذ طبعا لبناء صحة ما يسمى بالنادي التسامة وأتمنى أن تمر الأمور وتمر هذه الورشات على أحسن وجه واحتضاء طيب عليكم فأتمنى أن نجاح وشحة أن يتمكن لها حالة تجربة وتواضعة بمعارضين مع المصطرات لطاءة ونحاولة تراجع تنبيد مؤسسة التعليمية لقطوه لا بمختلف خطأ والحضار جربة لم تدعنا مشروعا ولكن أدخل من هذا المصطرح لك قطوة من الخطوات التي يمكن أن تكبروا وقد سبقتها مجموعة من المحاولات متعديدة عبر الزمن الزياني دليل مواقع العثارية والتاريخية كان فكرة متواضعة جمعني مع صديق الحسن ثم انتقلت بعد ذلك لتتخذها شكل مشروعي ورقيق جامل ودري الإقليم الزراء التعليق ثم جاءت بعد ذلك مرحلة تنفيدها عبر محطات قدما تنبعتموها عبر مجموعة من الكليشيات ومجموعة من الربوطات التي اجازها تلامتها ثانوية في أمير الله على مطال موسم الدراسي الماضي فهي جزيرة ثربوية لأنها انطلقت واتمت سياغتها داخل محيط دراسي ولكن ما من يجوع أنها محاولة تاريخية لماذا اعتبرتها لأن ذالبيات أطفالنا خاصة الذين يعيشوا العجيان الأخيرة ينقصهم الحس تاريخي نتيجة هجوم المعلومات الإلكترونية على فضاءات الإنسارية والدراسية وبالتالي الحس تاريخي بدأه يضمحي داخل هذه الفضاة وبالتالي الآن أصبحت الارتباع الكلمي مع ما هو تاريخي ضائل كما نقوم ونعلم في كثير من الحال وبالتالي هذا هو ما يستدفعه هذا النشراء وهذه أجزريبة موسيقى موسيقى بسيطة الملكة عبير لعظوره الفاير وتقليلته المحترفة بكل أشيطة ثقافية بالباكية خلال مدات الأخيرة إذن بيسبب المشارع الذي قبلنا والصباح كان على شكل برشة أعرفنا من خلالها مشروع كانت تقسمت في بشرة سنة أساسة إلى الفنولاني مع ثانوية تأخرين الأمثال والتي حول من خلالها الفاعل والمترميون إذن عرض التلميذ المؤسسات التأمية المهنية بمحضر التقافي وحضاري عبر محمول الخرفات إلى مواقع تاريخية وسيطة بطاقة معرفة حول هذه المواقع ثم محاولة سيارة أشكال متعطية لمشاريثات المعرفة ثم عبر كوتين بيزين سيفضر على المقرب إن شاء الله نتحييركم على حضوركم متميز تنترجع الفترة معقب التاريخ شونا مصر فترة معقب التاريخ؟ فترة معقب التاريخ؟ فترة معقب التاريخ؟ سير كفة و سير هوان و سيشهون يعني من خيرة المتق في هذه المديرة ومن خيرة بجارة هذه المديرة لم نعلم منهم ولم نسمع عنهم إن لكم تجيء و تجيء و تجيء كل ما هو تقافيه المدينة و إبينة أشكركم صديقة مونية مديرة بمركز التقافي على المدينة موسيقى 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 و قيم ، قيم ، قيم ، شخص واحد ، لديك ثقافة لهذه الأنشطة التراثية القيمة التي تنظم بمدينة خليفة إذن أشكر مركز رواحي بمدينة خليفة على هذا الليل التراثي الأول منظم يوم أشكره على الدعوة القريمة فعلاً ولقائم إن كن إلا تمنوا أنشدوا على أيدين القريبين على هذا المركز لأساس دل الأجلاء على اختلاف تخصوصاتهم كما كنتشو أن تلميذ الحاضرين يستهدوا الورشات التي قدمت هذا الصباح التراث والإهتمام به هذا موضوع كبير جداً وندر أن تكتيب الجهود من أجل إنقاذ معالي من الأترية من أجل محافظة عليها إضافة خلق تدنية واستدامة لهذا التراث ومدينة خليفة والإقليم غليل المآتة التاريخية ومدينة حليل المآتة التاريخية ومدينة حليل الأيام التقافية لا يمكن إلا أن تكون قيمة وظر مآرمة أجل المآتة والسوية وشكراً موسيقى 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 من صورة الأنذية في كل مقرأة صراحة بحد أسراء في السبت الأسراء ونسيقين صورة الأنذية في النوم ونساعد الأسراء لما عليكم يوم الزيناد في مطلقة البيان الراوان في المطلقة وزمعية سراوان في التقافي في المسخ المقرأ وليسنا في عدة محاوة لتحديثنا على صورات طبيعية ومتقافية بس عرفة الدمجة المقرأة وحاولنا أننا نعين برضو أهم المشاكل في عامنا دمجها العدار والتهميش ديالو والتهميش ديالو وصفتي أنني ممتل جميعيات مؤسسة الطارقة كان نقدم شكر جميع منطمين هذا العرض للمركز الراوان وكان نجد بخصوص تحيا الأستاذ والمحاوة جمبور لن يفتتح مركز الرافرd للأبحاث والفنون والإعلام الموسم والثقافي 2019-2020 بالملتقى الأول للتراث ويندرج هذا الملتقى في إطار حرص المركز عدد ستمين تراث المحلي وصونه باعتباره ذاكرة محلية هذه الصبحية شهدت تنظيم ورشتين في موضوع التراث المحلي الأولى تناولت تجربة إحدى المؤسسة التعليمية وهي مؤسسة لأنيرموني عبدالله والثانية تناولت منهجية توثيق التراث المادي ويندرج هذا المشروع مشروع التراث المحلي وتسمينه بنسبة المركز الروافق في إطار انفتاح المركز الروافق على المؤسسات التعليمية وذلك تحفيزا لمتعلماتنا ومتعلمين على البحث في قضايا التراث المحلي التي تشكل إحدى القضايا الأساسية والرافضة للتراث الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر